موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحبيب تكونوا سعادة ان شاء الله وصبحكم سعيد اليوم ان شاء الله يربي بقدراته سنعملون محنشة الكفيته الكفيته اللحم مفروم وانتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن نظركم اول مرة سننزلها معكم ويا رب تعجبكم هذه الحشواء التي سنعمل نعمر بها القنين طاط بريوات خبيزات كل شيء اليوم سنعمل بها المحنشة حيث عندي مجربة وكتجي غزاله شيشة وغزاله ومقرمشة ومزيونه في كل شيء اتمنى تعجبكم يا ربي وبسم الله نمشي من المقادر عندي هنا واحد الكيلو اللحم مفروم الكفيته ما عندي معاها حاجة برقي غل حيمة بحديتها انا غادي نعمل الحاجة عندي هنا واحد 400 جرام لجبن مبشر بالحق انا عندي كثير على قيبان هذا على حسب الدوق دبنادم لكي يعجبوش جبن بزاف الفرماج يعمل اللي لا يعجبوش بزاف يقلل اللي يستغنى عنه اللي يريد حقا انك يعجبني جبن بزاف كنعمل من داقيل ونزيين وشحل عيني وميزاني الصراحة وانتو ما نقولكم انا عندي هنا 400 جرام تقدر تزيين به وتعملون داخل وانتو ما نقوله لديه وانتو ما نقوله لديه 400 جرام عودة الزيتون وانتو ما نقوله لديه 400 جرام لديه جزر اخذ وانتو ما نقوله بحقا كنورما لديك في الدرعة تحكي بها هذه كندن عندنا نقوله كندن لديه بصلة ونصف هنا بصلة بصلة كبيرة تبارك الله ونصف ونصف بصلة ونصف هنا القصبر ونصف وطحون ونصف ونصف العلبة الطماطي مركزة لديه مغرفة الحر صغيرة ومغرفة المستصع مغرفة 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 الوغة ونصف عمله مغرفة كثيرا ونصف المستصع مغرفة ونتمني تعجبكم وثوابيل وانا مريك وكان طيب ونصف كامل كامل سوف يجب عليكم عينكم ونبه اخبركم وننخففة مغرفة ونقففة ونتمني تعجبكم وعند حسن أمودكم وصفحكم سعيد ونبدا نبدأ نحن سوف نبديكم من العافية ها نبديكم سوف نبديكم حتى نبديكم لا يأتي شيء طويل من اشجاب افضل المقيلة سوف نضغط الزيت الزيت نضغط عين و ميزان كل واحد ما يقومون بكثير و ينقص و لكن انا اقول لكم سوف نضغط كامل فيها انتو ما قللوا او لا نزيدوا هذا الشيء لحسب الضغط انا عملت هنا شوية الزيت و الورقة عندي كتب كانت عندي فريقو و هذا عندي كتب يجيبها لراجل صاحبتي غزالة و كتجي شيشة و هذا المرة اللي كتعدل عندنا في طنجة الله خليلة سوف نضغط و بسم الله تباركة الله نضغط كامل و جربوها و تمشيوا على الخطوات و تحمقكم و كتجي غزالة ان شاء الله رجعت عندكم الحبايب و حاجة واحدة كنت ننسيتها دائما ننسى الحاجة المسامعة 500 قرم سبيناكاس هذه السبانيغ هذا كامل كانت عندي قطره و و جيت كل شيء و منسيته او ما عندي تاو مانع مثل المزوي تغد المقلة و وجيت المقلة و زيدة بالحق منسيته و تجبرتهم عندي قطره و قلتوا هذا ما و ريته مجلس و سنين افهموا كل شيء ما خليتها عزة سبيناكاس السبانيغ عندي جازار خزو و البصلة سنينتين يدو بشي شوية نعمل معهم الكفتة نخلط كل شيء مع بعثيته ولكن سبيناكاس في الوقت هذا و هذا أريد أن نسربي سبيناكاس بوحدهم و هذا كبوحدهم لكي يسهلوا علي الأمر و نتمنى يا ربي أعجبكم و هذا الهريسة سبيناكاس سبيناكاس و سبيناكاس و سبيناكاس و سبيناكاس و سبقوا سبيناك و سبقوا بأيينكم لكي لا نسمعكم و لا نسلتها و نتمنى يا ربي نكون لدي حصن الضني إن شاء الله و اللي قالوا المصريين لما سأخذوني شي إلا نسيت شي حاجة المسامحة بعد نوري لكم كل شي إن شاء الله طيب على بركة الله إن شاء الله و سأخذونكم باللحمة هنا إذا فهم من المميس لديك ممت بأيين فصلت و هي جيدة طيبة طيبة و سنبقوا نسقوها هنا هذا سبيناكاس و سبا نرى و سنجل بتجيناكاس هذا الخرقم هذا الخرقم اتمنى تشوفوا الخرقم الخرقم مغيرفة نزيده حشوية تحريشة هذه القرفة هذه القرفة مغيرفة براكة بشتاء عمراء هذا الشكنجبير جنجبيل يابس مغيرفة معمراء هذا مغيرفة القهوة هذه القرفة حيث عملت الحار لا نفعل شيئا فالنصف المغيرفة فلفل أسود فلفل حمر فلفل عكري الكامون مغيرفة 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 إن شاء الله سيعطيهم البنزيونة مغيرفة مغيرفة فالنصف المغيرفة نوسمس كدر اسبانيولا القوزة كنشريها من هنا هاي من طحونة معدلة وحضة شوية وصفة القوزة وصفة ما وهذا مغيرفة مغيرفة وصفة الملحة يقوم بعمل مغيرفة مغيرفة لقد اضعوا بلحمة بجاجة اضعوا بجاجة اضعوا بجاجة نضعوا بجاجة اضعوا بجاجة كبه كامله كبه كبه و هذا سوف نمشي معها هيدا احتطي بها ان شاء الله خليها تبرد تشتيتو على ميد من نمسح الدنيا و نعوطها و هذا سوف نعود هاته الحشوة هذه الحشوة كان مر بها خبيزة كان عمار بها خبيزة كان عمار بها قنامط كان عمار بها بريوات كان عمار بها عدة عدة حاجة و هذا سوف نعملكم بها حتى نحنشى و كتجغزة من داخل المدق فيها كي حماكيجي جربوها ان شاء الله و محتش نزيد بكلكم كتجغزة ان شاء الله ان شاء الله شوية بشوية طحونة طيب و نضيف عليها سبيناكاس و نضيف عليها و نخلط و نعود لكم ان شاء الله يربح ها هو الخالد كامل بسبيناكاس هنسو ما كتشوفوه ها هو الخالد بشوية لحيمة شحتة تجيب مع البصلة مع الجازار مع ها هو سبيناكاس تعطيها الرطوبة الداخل بشوية لحيمة و نتمنى يا ربي تعجبكم هذا الخالد و هذا الخالد سمغل ملح و لمع الملح ثم تنقص الملح الملح تعطيه حساب انتظر ملحة هيا المحنشة سوف نقاط هادة قطعتها على الجوج ونزول منا الطرفة هاوما امامكم هاوما كنزول منا الطرفة هكذا هذه وحدة كنعملها النص ديالة هيدا ووحدة كنعملها هيدا من فوق كي يجيوني مربعين بحال هات الشكل هادا انتو ما كنتشوفو عمش كتجيني بحال هات الشكل هادا ودابا نعملت الحشوة جا تغزالة كتحمق ابنينا 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 صدقوني ابنينا وان شاء الله يربي دابا نمشي ونعملوا الجبينة ديالنا فوق منها هيدا بعدها نعمرها هيدا بالجبين كاملة كل واحد على حسب دياله الدوق دياله حقك تجيب معمرة بالجبينة واللي بغي ينقص ينقص واللي بغي يزيد يزيد بالحق هي الصراحة فهيدا خصت جيبينة والنمشي اللوغي ها ان شاء الله انا قدسكم انا دائما كندهان بالزيت كل واحد يدهن باش مبغى ولكن الصراحة بالزيت كتبقام قرمشة بالزبدة كترخي الورقة او لزبدة والزيت او لعود تقدروا تصخن الزبيدة تصخنها مزيال و تزولوا من الملك يبقى فيها زيت تزولوا كامل و تزولوا كامل و تزولوا كامل و تدهنوا بيعتها مزيانة و الزيت عندي بالزيت الزيت او يدهن بالزيت تزولوا تصخن الزيت و هذه نتحركت في الوصل و نجعله ثم نتحركت في الوصل و نجعله و ونحن نتحرك في الوصل و نضيفه نضيف التطبيق ونشاء الله ونزيد ونضيفه كاميرا لدي كاميرا كيف سوف نلتعط فقط مثلا الطريف سوف نلتعط هذا سوف نلتعط هذه الحشية و هذا سوف نلتعط نلتعط هذا يوم سوف نلتعط دوارة اخر نوريها لكم في الاخر وهي نحن شدياليا نساليتا امامكم كتشوفوها ان شاء الله ياربي تعجبكم لابد ندخل الفران من شاء الله نجين نزينها نوريها لكم ان شاء الله ياربي العالم بابد ما خرجتهم الفرانة هي امامكم ان شاء الله سوف نرى شلده في الحشياء سوف نزينها ان شاء الله ونرجعنا عندكم ونريعلكم ان شاء الله يربي هنا الحباب رجعت عندكم هذا الشكل اني ايديالي دي المحنشة دي الكفتة دي اللحم المفروم عملت منه 8 بريوات صغيرين وزينت بيهم وزينت بيهم وزينت بيهم امامكم كتشوفوهم عملت 8 بريوات بالحشوة اللي داخلني هي نيت وزينت بيهم وكل اشياء وانتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند الحسن الظندي لكم ان شاء الله وما تنسوني شي تسندوني وتشاركوا معي وتشجعوني وصدقوني اللي كتجي كتتحمق بني الحشوة الديدة بزر وانا مشيتوا على الخطاوة والله تجيكم غزالة ان شاء الله يا ربي ونحن تبارك الله المغربة حادقين يجي واحسن نحتمل هذه ان شاء الله يا ربي وشكرا بزف 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 للناس اللي كيدخلوا عندي كيدخلوا للناس بزف الله يجازيكم شكرا بزف وفرحانة وطلعين شوية بشوية ونطلب ربي عاوننا على العمال ان شاء الله ونكون عند حسن الظني لكم ان شاء الله يا ربي وما تنسوني شي كان عيال خمم شني عام قولكم وانتبارك الله عليكم والله يجازيكم شكرا بزف 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 شكرا ونالناس اللي دخلوا لي ما دخلوا شيدا اهديهم الله ويدخلوا ان شاء الله ما تبخلوش تكيو على جيم وتعملوا اشتراكي ان شاء الله 却 اختي مياه تقول لكم عملو جيم اههههههههههههههههههههههههههة نتمنى على الله سبحانه وتشيركم معي وتشجعوني وشكرا بزف شكرا ام سليمان اتمنى المزيد يعجبكم يا رب العالمين وشكرا بالسحب بالسحب